اشتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم بمعالي السيدة سوش مسوراج وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية الهند الصديقة التي تقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين وتترأس خلالها وفد بلادها المشارك في الدورة الأولى للاجتماع الوزري لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي ينعقد بالمنام غدا وقد رحب معالي وزير الخارجية بوزيرة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية الهند مشيدا معالي بعلاقات الصداقة القوية والتعاون الوثيق بين مملكة البحرين وجمهورية الهند مؤكدا معالي على عمق هذه العلاقات التاريخية وما تشهده من تطور ملموس على الدوام ونوها معالي وزير الخارجية باستمرار تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين وما تحققه من نتائج مهمة تدفع بالعلاقات الثنائية المشتركة بخطوات كبيرة للأمام على كافة المستويات وأثنى معالي وزير الخارجية على الجهود الإيجابية التي تقوم بها الجالية الهندية في مملكة البحرين وإسهاماتها في عملية البناء والتنمية مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين نحو آفاق أرحب وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات من جانبها أعربت معالي السيدة سوشاما سوراج عن سعادتها بالتواجد في مملكة البحرين وعن شكرها وتقديرها لما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من رعاية واهتمام مشيدة بما تحقق المملكة من تقدم وتطور في كافة المجالات ما جعلها نموذجا تنمويا وديمقراطيا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا حرص جمهورية الهند على دعم التعاون مع مملكة البحرين كما تطرق الاجتماع إلى القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الأولى للمنتدى العربية الهندي على المستوى الوزاري هذا وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة والسيدة سوشاما سوراج بعد الاجتماع بالتوقيع على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مملكة البحرين وجمهورية الهند ترجمة نانسي قنقر